السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهزائي إن شاء الله هذا الفيديو سيكون عن طريقة عمل 6 تتبيلات مشكلة للدجاج مع طريقة تقطيعه وتخزينه وصراح هذا الفيديو ما كان سهل سواء في التصوير أو المونتاج دياله ولكن أنا حاولت نزله يعني تحت للمجموعة ديال الأخوات خاصة الأخوات العاملات لما يكون عندهم وقت بشي يوجدوا بعض الوجبات السريعة فيعني مني كتحضر واحد الكيمية كبيرة من الدجاج هكالي كيكون مقطع وفي تتبيلات دياله وكتخزني في المجمد يعني كيسهل عليك الأمور بزال كتوفري يعني في المجهود في الوقت وكذلك في المصروف لأنه ما ترى بنسبة لي أنا فاشكال قد دجاج في تخفين كنشرب كيمية كبيرة وكنعملوها كا يعني بتتبيلات مختلفة وكنخزنه في المجمد فإن شاء الله هذا الفيديو لوصل عدد كبير من لايكات قدي نحاول نزلكم جزء تاني اللي غد يكون يعني خاص باللحوم الحمراء يعني كذلك الطريقة تقضيعهم وتخزين ومتتبيلهم بطريقة مختلفة ونحاول نزل كذلك كذلك جزء الثالث اللي غد يكون عبارة عن واجبات سريعة بهذا اللحوم يعني يكون فيديو شامل عن طريقة تحضير بعض الأطباق سريعة بهذا الدجاج فالآن إن شاء الله ما نطوش عليكم نمرو ونبدوه في هذا الفيديو فأول شي كيف ما كتلاحظوا عندي هنا يوحد الكيمية من الدجاج لأنه عندي تقريبة ربعة كيلو ديو صدور الدجاج ممكن لكم تعودوهم كذلك يعني بالديكرومي أو أي جهة من الدجاج كتفضلوا الأهم أنها تكون بدون أيضا عندي هنا كيلو تقريبا من أفخاذ الدجاج يعني فهذا الشيء يبقى اختياري ممكن لكم تعملوا الجوانح تعملوا يعني الفخاذ اللي بغيتون وطبيعة الحال قبل ما كانوا مروا بتقطيعهم كرتون بغسلهم جيدا بالملح والخل أو بالملح والحامض هكا باش كان نحيدو منهم مدى كازفورة ديالهم ممكن نخليهم نغسلهم زياب خليهم حتى تقطروا تماما عاد غدي نمر الآن أن نقطع فإن شاء الله غدي نحاول نعمل معكم طرق كيف حتى نقطعنا الدجاج كنا نخد صدر ديام الدجاج ونحاول نقطع الجزء الأول غدي يكون عبارة عن فيلة أو شرائح رقيقة من الدجاج كما كتلاحظو يعني كان نحاول نقطعهم هكا كرقاقي وبالنسبة لهدو كل الجوانيب اللي كيبقوا زيين عندي في الدجاج كان نحتفظ بهم جانبا باش غدي نستعملهم في تتبيلة أخرى كما كتلاحظو بعد ما نسهيت نقطع الدجاج إلى فيلة وهذا الأجزاء أو مقطع اللي احتفت بهم جانبا ونحاول نقطعهم بشكل طولي ورقاقين هدو بش نستعملهم في تتبيلة ديال الشوارمة فكما كتلاحظو يعني دجاج الشوارمة خاصو يكون قطع رقيق وطويل ونستمر بها الطريقة بعد ما كانت هكي يجي هذا هو الشكل ديال هاد القطع نحتفظ بهم جانبا نمر ناخد قطع أخرى من الدجاج هاد القطع غدي نحاول نشكلهم او نقطعهم لو ادوا قطبان ديال الدجاج يعني كيكونوا مكعبات صغيرة الحجم فهنا ان شاء الله يعني حاولت فقط نشاك معكم طريقة تقطعك بش بعض الأخوات خاصة المبتدئات يعني ياخدوا فكرة بسيطة كما كتلاحظو بعد ما كانت هكي ناخد اينا اخر وكنوضع في هذك القطبان دجاج ونمر ناخد صدر اخر من الدجاج وهذا يعني قاعد شلاء قليم دجاج غدي نحاول نقطعه بهذا الشكل باش غدي نعمل منه تتبيلتين مختلفتين هذا الجزء الاول يعني غدي نعمله علود الدجاج المقلي تتبيلت الدجاج المقلي والجزء اخر غدي نوريقه ببعد فش غدي نستعمله فكما كتلاحظو بعد ما كانت هكي ناخد سيكل نحاول نفل حو شوية او نعمل بفتح الوس باش مني كي تقلعه ضغيه كي يطيب من الداخل هان بعد ما انتهيت من تقطع الدجاج غدي نمرو الآن العملية تتبيل غدي نبدو اول شيء بدت تتبيل ديال الشوارمة هنا عندي تتبيل او عطرية شوارمة منزلية سبقية وعملتها معكم فيديو سابق كجي رائعة نتمنى تجربوها غدي نخلي لكم رابط في صندوق الوس فكما كتلاحظو عملت ملعقتان صغيرتان مملؤتان من هاد العطرية كنضيف لهم ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود او الانذار اخر شيء هو اليغور طبيعي بدون سكر او الزبادين ملعقتان كبيرتان منه وكندمج هاد المكونات جيدا نتمنى تجربو هاد شوارمة جي صراحة رائعة بعد ما كنته هي كنخطيها وكنوضعها جانبا ونمرو الآن تعرفو على التتبيلات ديال القطبان الدجاج ملعقة صغيرة من عاصر الحامض او الليمون ملعقة صغيرة من ثوم المفروم بالنسبة للثواب اللي غدي نحتاجوا الى ملح تحميرة او بابريكا فلفل اسود او ابزار سكينجبير ملعقة صغيرة من البصل الجاف او ممكن لكم تعملوا بودرة البصل انا مكاتش متوفرة عندي قليل من الحبيبات الفلفل الحار اللي كتبقى اختيارية ملعقة كبيرة من المعدنوس المفروم ملعقة صغيرة من الخردل المضار نمرو الآن طريقة نضيف ملعقة صغيرة من الثوم الى الدجاج نضيف الخردل المعدنوس والثوابين بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتوم و ملعقة صغيرة من عاصر الحامض و ندمج هذه المكونات جيدة بعد ما كانتها هكي جادة و الشكل جال و سنحتافظ به جانبا امرو الآن تتبيل الفيلي او شرائح راقي قادية الدجاج نحتاج الى ملعقة صغيرة من الثوم المفروم قليل من زيت الزيتون بالنسبة للثوابين عندي ملح فلفل اسود وسكين جبير و ملعقة صغيرة من البصل المجفف او بودرة البصل كما ذكرت يعني اللي عندكم ملعقة كبيرة من المعدنوس المفروم و نحتاج الى تشكيله من الاعشاب مناسمة فأنا كان عندي هنا يعملت ورق سيد نموسى او ورق الغار الحبق المجفف عندي اكل الجبل او اليازير عندي البصل القصب المجفف يمكن لكم ضيفوا السأتار او هذوك الاعشاب مناسمة لكيتباعوا جازي الان في اصله يعني يبقى كامل الاختيار لكم و نمره الان يعني نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون او ملعقة صغيرة من ثوم المفروم يعني دائما ثوم مفروم ملعقة صغيرة هي مقدار فصين من الزيتون و ناخدوه هذوك الاعشاب مناسمة نحبهم مزيان بين يدي قبل ما نضيفهم الدجاج باش يجينا دك الدجاج منسم مزيان وبعد ذلك يعني كان نندمج هذو المكونات نحاول نستعمل ايدي باش كان يدخلو هذوك تساوابين هذوك الاعشاب مناسمة مزيان مع الدجاج و كي يجي هذا و الشكل ديالو كان وضعوه جانبا نعمره الان التتبيل افخاد ديال الدجاج فان شاء الله اليوم غضي تحاول نعملوه تتبيل او صلصة الباربيكيو صراحة هذة صلصة تكون موجودة في الاسواق ولا انا حبيت نعملها معاكم بالنسبة للاشخاص اللي ما كنقاوهاش فيها جيد بسيطة نحتاج لها ملعقتان كبيرة من صلصة صوجة او صلصة صويا سوس ملعقتان كبيرة من صلصة الكيتشوب ملعقتان كبيرة من السكر الاسمار او السكر البني لما كان شون توفر بك لكم سعودوا بالسكر الابيض ماشي مشكل قليل من الملح الفلفل الاسود ملعقة صغيرة من التحمراء او البابريكا قليل من الحبيبات الفلفل الحار او الصلصة الحارة و ملعقة صغيرة من ثوم المفروم و ملعقة صغيرة من المطرب اي الخردال سوف نضيف لها ملعقة صغيرة من عصير الحامض و نضيفها او صلصة صوجة كيتشوب و جميع المكونات اديالي و ملعقة صغيرة من عصير الحامض و ندمجهم جيد مع بعضياتهم بعد ذلك سوف نأخذ هذا افخاد دجاج و نحاول نفل لحوم او نعمل بهم فتحات تقريبا ثلاثة او او اربعة الفتحات باش نبعد ذلك منين نرقضوا وفات الصلصة يتشربوهم زيان و يجيونا لذلك ثم تلاحظوا سوف نحاول وضعوا وفات الصلصة فبنسبل هات العطريات يعني يمكن لكم تخليهم عدة ساعات فتلاجة باش يتشربو هات الدجاج يتشربوهم زيان و اخر او قبل الاخيرة ستكون ايا قطع الدجاج اللي سنخصصهم القل سنحتاج لهم الى ملعقتان كبيرة من البصل الاخضر مقطع الرقيق ملعقة كبيرة من المعدنوس المفروق عندي هنا ملعقة صغيرة من الهريسة او صلصة الحارة ملعقة صغيرة من قشور الحامض الليمون اللي كتكون بفكوكا يمكن لكم تعودها بقشور البرتقال سنحتاج الى ملح وفلفل اسود وملعقة صغيرة من التوم المفروق الان سنضيف جميع مكوناتي الى الدجاج ونضيف لهم البصل الاخضر قليل من زيت الزيتون وندهجهم بزيان على بعضياتهم بعد ذلك سنتركهم جانبا ونظروا التطبيل الاخيرة اللي سيكون هي شرائح الدجاج اللي سيكون صراحة يجيون دادين قرمشي سنحتاج لهم تقربة عن صدرين ونسمين الدجاج لكما تلاحظو توم قطعناهم الى قطعة متوسطة عندي هنا كمية من الخبز المحمص او لشافلور يمكن لكم تشريوها جاهزة او تحضروها في البيت يعني جدا بسيطة وهنا يقوم بتثبيلها بقليل من الاعشاب المناسمة عندي هنا ثلاث حبات من البيت مطربين كمية من الدقيق الابيض او دقيق الفوبس عندي هنا ملح وفلفل اسود وملعقة كبيرة من ثوابل الشوارمة اللي صراحة يجيون رائعين في هاد الدجاج وعندي هنا ثلاث فصوص من التوم مفرومي اول شي كان ضيف هادوك العطرية والتوم للدجاج كان ضيف لهم ملعقة من زيت الزيتون وندمجهم زيان مع هاد الدجاج بعد ذلك يعني كي يكون هادوك الشكل الدجاج غالي نمرو باش نمرو بها باقي المكونات اول شي كان ضوبي هو الدقيق وكان مروه ثانيا في البيت وكان قومه بازالة ذلك الزائد ديالبيت وثالثا هو الخبز المحمص كي يكون هادوك الشكلهم كنا اخذ واحد صحن عريض جانبا باش نوضع في هاد قطع الدجاج لاننا غادي ندخلهم من البعض الى المجميد نستمر في هاد طريقة وبعد ما كانت هادوك الشكل ديال الدجاج دابا ما بقالي الا ناخد البلاستيك الغذائي غادي نخطيهم زيان من جميع الجوانب لاننا غادي ندخلو الى المجميد على الاقام نخليو خمس ساعات يمكن لكم تخليو حتى الليلة كاملة المهم هو انه في الاخير يكون شكل دياله وصل بشكي سهل علينا تخزين في دياله كما كتلاحظو انا قمت باحكامه جيدا في الجوانب فغادي ندخلو الان مجميد بعد ما كنقوم باخراجه فتقريبا هنا نخليته ست ساعات كيكون هذا والشكل دياله كما كتلاحظو كيكون الشكل دياله جد صلب باش هكا كيس هالعينة تخزين دياله وهو ما تتبيلات بستة ديال الدجاج سباحات جاهزة نمرو الان لطريقة التخزين فبمسبة للتخزين يعني هناك عدة طرق فعندين هنا هاد البلاطوات ديال الفوم او ديال الفرشي هادو صراحة كنشروف فيهم حنا اللحوم كنشروف فيهم فواكه والدجاج يعني بعض منهم فانا كنحتافض بهم كنغسلهم بالخل كنعقمهم بالخل وكننغسلهم كنحتافض بهم الى حي الاستعمال وليمكن لكم استعمال هاد البلاستيكات خاصة بالمجميد او هاد النوع هذا هاد النوع ديال البلاستيكات هو متوفري بكثرة في الاسواق وبعد ما كنقوم بوضع الدجاج ديالي في هاد الصفرون فكيجي هادو الشكل ديال الدجاج اللي بخبز محمص فصراحة انا هادو مصبر طهي كنخرج مباشرة كنوضع صينيات الفرن كنوضع ومدخلو الفرن تقريبا عشرين دقيقة كيسباح جاهز او ممكن لكم تقليو انا كنفضل لكم انتو اطفال دخلو الفرن كيجي صحي انا هادو الدجاج اللي كنخصوه القيم فكما كتلاحظو نعمل طبقتين وفرقتهم بالورق الفرن او ورق الشمع باش هاد كي سهل عليين جبت الكيمياء اللي بغيت فا اصبق لي وعملت معاكم طريقة الدجاج المقلي انا هادو نخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف وهناي شوارمة اقسمتها على جوج فكي نعملها للاستعمالين وتقريبا كل واحدة كتخرج لي اربع شوارمات يعني اذا كنتوا عائلة كبيرة ضعفوا الكيمياء فا انا تقريبا اربعة اشخاص تخرج لي اربع شوارمات هناي عندي الفيلة ديال الدجاج اللي تهو تصمتو الى جوزين وفرقتو بورق الفرن هذا يعني ممكن لكم تعمله بشوي او مقلي او تعمله يعني على شكل فاند ويتشات وهادو مقطبان ديال الدجاج تقريبا نخرج لي هاد المقدار خرج ليه تمنيه ديال مقطبان الشاش فهدو ممكن لكم تشويهم كذلك في الفرن او شوية كما اذكرت ان شاء الله الى هاد الفيديو وصل عديد كبير من لايكات سوف نحاول نزل لكم وصفات فيديو شامل بوصفات سريعة بهذا الدجاج فهناي بعد ما كان نحكمه مزيان في الاغلاق بورق عفوا بلاستيك غذائي كان عاود هنا بالبلاستيكات باش انا لي كان نحكم اغلاقه باش ما تدخلش لي هادو كالروائحة ديال الاشياء الاخرى اللي كتكون موجودة في المجمل فكانت هذه افكاري لهذا اليوم نتمنى تكونوا استفتوا منها ان شاء الله وتجربوها ففعلا هالتسبيلات تجي رائعة وكما سبق لي وذكرت الى وصل هاد الفيديو عدد كبير من لايكات فان شاء الله نحاول ننزل الجزء الثاني اللي غادي يكون خاص باللحوم الحمراء وكذلك غادي نحاول ننزل فيديو واحد اللي غادي يكون شامل بوصفات سريعة بهذا الدجاج فما بقليل الان الا نقول لكم نتمنى ان افكار اليوم تكون نالت ايجابكم لعجباتكم منساو تشاركو مع اصدقائكم احبابكم تعمل فائدة ان شاء الله والضغط على الزر اعجاباني تشاركو في قناتي لكن تبقي اجداد مرحبا بكم غادي تنظروني وإلى اللقاء الى الميديوات القادمة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر